آية في كتاب الله جل وعلا لكل إنسان أصابه الضيق وأصابه الدين وأصابه الحاجة وأصابه العوز فكل ما عليك أن تقرأ هذه الآية مع محافظتك على الصلوات الخمس يكرمك الله عز وجل بما أردت ويفتح الكريم لك أبواب الخيرات فتأتيك من حيث لا تحتسب هذه الآية آية مباركة وهي قوله تعالى من آخر سورة التوبة فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اقرأها سبعين مرة قبل أي تجارة انت دخل فيها إذا أردت أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في هذه التجارة أما إذا كنت مؤزاهب للتقدم لو أنت بقى رايح تتقدم لفتاة وعايز أن ربنا سبحانه وتعالى يحقق ليك هذا الارتباط وخايف أن الأمور كلها تكون معطلة في وجهك أو إن الأبواب مغلقة في وجهك وحاول أو إن الأبواب مغلقة في وجهك وعايز أنك أنت تفتح هذه الأبواب حاول أنك أنت تقرأ هذه الآية ثم بعد ذلك تخرج صدقة لله جل وعلا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه فلما أنت تعمل عمل صالح وهو إخراج الصدقة والكلم الطيب أنك أنت تقرأ هذه الآية المباركة وتكررها بنفس العدد اللي أنا قلته لك قد يستجيب الله عز وجل لدعائك فترفع كل الأمور اللي كانت بتحيط بك من السوء ومن العين ومن الحسد ومن أذى الشياطين ويعرف أن كل الأشياء اللي بتحاك بك هي من الشيطان ومن نسيج الشيطان والشيطان ليه هدف أنه يوصلك للحالة ديت والهدف أنه يبعدك عن الله جل وعلا فتبدأ أنك أنت في حالة عوز وحاجة شديدة جدا لكن يعني سبحان الله كل العوز والحاجة اللي أنت بتمر بها ديت تزول إذا لجأت لله جل وعلا وتوكلت عليه أخي الكريم ثم إن أبدأ رضاء لي مقولة جميلة جدا لأن هذه الآية وردت في أذكار الصباح والمساء يقول أبو الدرداء من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات في الصباح وسبع مرات في المساء كان صادقا أو كذبا كفاه الله جل وعلا ما أهمه وحقق الله عز وجل له ما يريد وحفظه الله جل وعلا هذا ما أتذكره من كلام أبو الدرداء أو فيما معناه ولذلك يا أخي الكريم لو أنت بحثت عن معنى هذه الآية وبحثت عن التفسير بتاعها فتجد أن كل الأمور اللي أنت بتسعى لتحقيقها هي بمراض الله جل وعلا والإنسان فينا حينما يتوكل على الله فمعناته أنك أنت بتقول اللهم لا حول لي ولا قوة فإن الحول حولك والقوة قوتك وأنا عبد من عبادك فأسألك يا كريم إنك أنت تحجج لما أردت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته يا رب العرش العظيم كنز من كنوز الرحمن جل وعلا طبقها يا أخي الكريم لو أنت عندك مشاكل مع الزوجة واسجيها للزوجة في مياه لو أنت أطفالك مش كويسين وبيعملوا مشاكل اقرأيها على الماء واسقيها للأطفال لو أنت عندك مشاكل في موضوع المذاكرة وتحصيل الدراسة اقرأها جبل ما تذاكر واشرب هذا على ماء وانفس واشرب الماء ده حتبص تلاقي أن كل الأمور المعقدة في حياتك فتحها الله عز وجل لك وابتدت أن الحياة تغير معك إلى الأفضل والأحسن ما تسيبش المقطع داي وقف عندك شاركوا لأصحابك واصدقائك فتدالي على الخير كفايني